ترجمت الكويت اليوم أولى خطوات خارطة الطريق المتثق عليها مع اللجنة الأولمبية الدولية لرفع الإيقاف الرياضي النهائي عن البلاد فمنذ الصباح الباكر توفد أعضاء الجمعيات العمومية في خمسة أندية رياضية لاختيار مجالس إدارتها للسنوات الأربع المقبلة تحت إشراف إدارة الفتوى والتشريع وبدعم كبير من الهيئة العامة للرياضة وشملت الانتخابات أندية العربي والإصليبخات والجهراء والشباب وبرغان في حين شهدت بقية الأندية تسكية لمجالس إدارتها وهي الكويت والسالمية وكاظمة واليرموك والتضامن والنصر والساحل والفحيحيل وخيطان هذا وشهدت صناديق الاقتراع إقبالا كثيفا في كافة الأندية الرياضية وسط إجواء هادئة خيمت على مجريات العملية الانتخابية موجودين في النادي العربي أو في الانتخابات بناء على طلب اللجنة الانتخابية للنادي نفسه للأندية كدعم لوجستي لهم بس يعيين أننا نساعدهم بحيث أن تصير الانتخابات بسلاسة وبساطة ونحن طبعا جهة حيادية كل هدفنا أن نحن تنجح الانتخابات ونسهل عملية تصير الانتخابات أنا في إن شاء الله يحققون بطولات وأهم شيء الدوري إن شاء الله أنت أي قائمة ويا أي قائمة؟ أنا ويا الأسرة عشان أبوي الله يرحمه كان مع القائمة هذه أبد ما في مشاكل الحضور قوي تدري هذا عرض ديمقراطي رياضي ونحن نبي الأصلح والأفضل حق النادي وكلهم عيال النادي وما أعتقد أنه في قصور بيطلع من أحد فيهم الحضور أصلا قوي من الساعة ثمانية ونصف الصبح رد شوية خف الظهاري حنا نشوف مرة ثانية شد الحضور نتمنى من الغائمة الناجح عصر الله يوفق الجميع نتمنى أنه يعني هالنادي هذا يهتمون في أكثر هذا نادي تبارك الرحمن هو أجمل موقع من نوادي تقريبا من نادي كويت كلها نادي صيبقات بما أنه يعني موقع على البحار ومواقع فيه لاباركينجي مينة ويسارة ومورة طيبة يعني كمبنى نتمنى أنه يهتمون بالمبنى حنا عرفنا أنه فيه استاذ باسم استاذ سمون رئيس شيخ جابر مبارك أنه سيسمونه باسمه إن شاء الله عن غريب يقاعد يبنونه وانتمنى أنه ينفذونهم العملية الانتخابية الحمد لله كانت جيدة وممتازة واللجنة كانت متعاونة وانطال مجلس لدارة توفيق والنجاح مثل على عادهم السابق نحن بانتخابات نادي الجهرة الرياضي اليوم عندنا عرس رياضي ما شاء الله والربع يعني الغائمتين كلبوهم إن شاء الله حبائب واللي ينجحوا رئيس النادي وحنا كلبونا معه إن شاء الله بالنسبة للجهرة نبيهم طبعا يرتقون بالفراغ بكرة الغدام والسلة والطائرة واليد وجميع اللعبات لأن نادي الجهرة دائما ينافس لا شك إنه هذه أحد أشكال الديمقراطية على شكل رياضي يعني شعاداء اليوم بأننا نتواجد في نادي الشباب ونشارك أخواننا في هذه الاحتفالات على المستوى الرياضي نحن سعيدين جدا بأن نشوف يعني التعاون بين الجميع في نادي الشباب لخدمة هذا الصرح الرياضي وكل يدلي في دلوة علشان يقدم الأفضل نتمنى التوفيق للجميع لا شك إنه التنافس في نادي الشباب يعني من الأندية اللي فعلا تشهد حضور كثيف ترجمة نانسي قنقر